أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسه تداعيات التغييرات العسكرية في مصر بتتوالى وكل يوم بنكشف معلومة ومربع جديد من مربعات البازل عارف لعبة البازل اللي هي تجمع الصورة دي علشان يكتامل المشهد كله لكواليس اللي حصل ولأننا يا حضرات في دولة عسكرية بامتياز فتبقى الصحافة الحرة فيها أسطورة وأي حد هيشتغل صحافة حرة كأنه بينتحر في زمن السيسي بدأنا احنا وفري البرنامج يدعبس على الكواليس اللي حصل في مصر بس ندور عليها من بره مصر من الصحافة الغربية من الصحافة الأجنبية واللي أدهشون بصراحة بكم تفاصيل وأسرار لكواليس ماذا حدث في التغييرات العسكرية الأخيرة اللي طير بيها السيسي محمد زكي وطير بيها أسامة عسكر وجاب ناس تانية البداية رحنا لجريدة الأخبار اللبنانية اللي نشرت من كام يوم تقرير من مصادرها الخاصة ذكرت كواليس البعض اللي حصل زي معلومة مثلا أن محمد زكي فعلا طلب من شهور إعفاءه عن المنصب لأسباب صحية لكن ده خبر صحيح دي معلومة قالتها جريت الأخبار لكن في حاجة اسمها مجلس عسكرية وفي حاجة اسمها في الجيش الأقدمية في العسكرية الأقدمية دي حتى اسمه في الكشف لو قبل منك ده اسمه أقدمية فالكل كان مستني بحسب الأقدمية والخبرة أن أسامة عسكر يمسك وزير دفاع ده اللي بتقول كده الأخبار اللبنانية لكن السيسي بحسب المصادر ما كانش متحمس لتعيين أسامة عسكر وزير دفاع ليه قالت لك لأنه تصرفات أسامة عسكر في الشهور الأخيرة خلت السيسي يحسم قراره باستبعاده المصادر ما قالتش لجريدة الأخبار اللبنانية ليه إيه هي التصرفات اللي عملها أسامة عسكر واللي أير منها السيسي ولا ذكرت أسباب الخلافات قادي الأخبار اللبنانية هوا بتقول زكي خرج مصر تغييرات السيسي العسكرية مفاجآت بالجملة رغم أن قرار مغادرة وزير الدفاع المصري السابق الفريق محمد زكي لمنصبه كان بإرادته لمعاناته المرض في الفترة الأخيرة إلا أن اختيار الفريق أول عبد المجيد صقر خلفا له أثار تساؤلات عدة ولا سيما أن صقر جرى استبعاده من منصب وزاري في آخر اللحظات الأخيرة علما أنه عسكري متقاعد من الخدمة وكان يشغل منصب محافظ سويس طيب نسيب بقى قناة قصدي جريت الأخبار اللبنانية ونروح لقناة الحرة أذكر قناة الحرة هي قناة تابعة للحكومة الأمريكية وأعتقد ملهاش أي مصلحة في بركة أخبار عن السيسي خاصة وأن الرجل قايم بدوره ميت فل وعشرة وزيادة مع الإسرائيليين والأمريكان القناة العشر التحقيق صحفي مثير جدا للي سمته ما وراء الخطوة الأجرى في وزارة الدفاع قادي قناة الحرة وقادي الخبر من عليها ماذا وراء الخطوة الأجرى للسيسي في وزارة الدفاع التحقيق المسير ده كشف أن الموضوع أكبر من أسامة عسكر ومحمد زكي وأن فيه خلافات بين أعضاء المجلس العسكري والسيسي موجودة من زمان لكنها زادت وطفعت على السطح مؤخرا وذكرت خمس خلافات أو خمس أسباب في الخلافات دي الخمسة يخصوه أول سبب في الخلافات زي ما بيقول التقرير كان موضوع التنازل عن تيران وصنفير طب ده موضوع قديم قوي لكنه طفع على السطح مرة تانية لأن السيسي وعد الجيش أن الصفقة بتاعة تيران وصنفير هتحضل مشاكل مصر الإقصادية وهتزود مكانتها الإقليمية ولو أنتوا فاكرين تيران وصنفير دي تقال عليها إيه وده عكس اللي حصل قادي جراف الحرة هو بتقول فيه الأسباب الحقيقية للخلافات بين قارة الجيش والسيسي أول سبب كان تيران بداية الخلاف الاختلاف بدأ منذ تنازل مصر عن تيران وصنفير لصالح السعودية لكن ملامح الأزمة ظهرت الآن بشكل أوضح الإدارة السياسية روجت لهذا القرار وقتها بأنه في صالح مصر وأنه هيعزز الاقتصاد المصري والموقف السياسي فيما بعد وهو ما لم يحدث خاصة بعد الخلاف المصري السعودي وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر طبعاً إحنا ممكن نصدق الكلام ده خاصة أن الترويج لصفق التيران وصنفير كان رهيب أفكرك به لو كنت ناسي جزرتين ودكتورال سلمان والمليارات لمصر التفقيات الزيارة خمسة وعشرين مليار دولار ونصار للملك جابرجاد نصار كان رئيس جامعة القرار وقتها أنت حامل حما جزرتين ودكتورال سلمان والمليارات لمصر طبعاً عشنا وربنا ادينا ودكو تلتو العمر وخلصت الليلة وقدينا شايفين مصر حالها الاقتصادي من سيء إلى أسوأ بتقول قناة الحرن ده كان أول سبب في الخلاف ما بين المجلس العسكري وبين السيسي السبب الثاني من أسباب الخلافات المهمة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية زي بقول التقرير هو تفاقم الأزمة الاقتصادية واضطرار السيسي لبيع أراضي الجيش الجيش شايفها إنها أمن قومي زي رأس الحكمة ورأس جميلة وده اللي قاله التقرير لخصناه لكه الأزمة الاقتصادية وبيع أراضي تمس الأمن القومي ما زاد من تعقيد الأوضاع بين الجيش والإدارة السياسية الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة وما تابعها من قرارات تهدد الأمن القومي وتتعارض مع عقيدة الجيش وتوجهاته وعلى رأسها صفقة بيع أراضي رأس الحكمة للإمارات ورأس جميلة السعودية مما يهدد الأمن القومي على حدود مصر الشمالية والشرقية وده تقريبا خطر حقيقي لدرجة أن صحيح مصر رصدت الناس اللي بيمتلكوا الساحل الشمالي فلاقيت أغلبه ما بين الإمارات والسعودية والكويت والباقي الرجال الأعمال عملنا لك الميكس ده من صحيح مصر أهو من يملك الساحل الشمالي الشرير صحيح مصر يرصد خريطة توزيع ملكية قبلة الأثرياء الصيفية ده موقع صحيح مصر قلت لك اسم المنتجع مراسي الملكية شركة إعمار الإماراتية المساحة 6 مليون متر مربع اللي بعده اسم الملكية شركة إعمار برضو المنتجع اسمه قرية سول لاتشري بيتش الشركة إعمار المساحة أكتر من 2 مليون و350 متر مربع إمارات اللي بعده اسمه منتجع قرية سيزن الملكية شركة القنزي الإماراتية للتطوير العقاري المساحة أكتر من 825 ألف متر مربع الإمارات اسمه منتجع الإمارات هايتس الملكية نتاج الشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي إسماعيل القرقاوي ورجل الأعمال الفلسطيني سامي القريني المساحة مليون متر مربع اسمه منتجع قرية جون سوديك مملوكة لشركة سوديك لتطوير العقاري اللي هي تحالف شركتين الدار والقبضة الإماراتية المساحة 1 مليون متر مربع و200 ألف متر اللي بعده اسم المنتجع مشروع رملة الساحل الشمالي الملكية الشراكة أو الشركة الإماراتية الألمانية جي آي سي المساحة مليون متر مربع اللي بعده ساحل الكويتيين قرية ويتر واي الساحل الشمالي الملكية شركة أكويتي العقارية المساحة صغيرة قد كده يعني 230 ألف متر مربع اللي بعده ساحل السعوديين قرية ده كل ده صحيح مصر قرية كورنادو الملكية شركة البحر الأحمر الدولية والمملوكة بالكامل لصندوق الإصمارات العامة السعودي المساحة صغيرة جدا 200 ألف متر مربع بس كده إخواننا في الخليج استولوا على الساحل الشمالي ودي عملت نقطة خلاف ما بين المجلس العسكري وبين السيسي لأنهم شايفين دي أمن قومي طيب نقطة الخلاف التالتة رصدناها أو رصدها التحقيق بتاع الحرة وهو موضوع حرب غزة ومحور فلادلفيا اللي المجلس العسكري شايفين السيسي تعامل باستهانة مع إسرائيل خاصة بعد ما إسرائيل احتلت محور فلادلفيا والمدابح اللي شغال اللي النهار على مسمع ومرأة جنود وقارة الجيش المصري نروح لجراف الحرة غزة وصول القوات الإسرائيلية إلى محور فلادلفيا وانتهاك كامب ديفيد والحدود المصرية والكم الهائل من القتل على حدود مصر الفلسطينيين آثار استياء قيادات الجيش وأفراده في ظل ضعف الرد السياسي الرسمي على تلك الانتهاكات والتهديدات الجيش شايف أن دي حاجة أهانة الجيش المصري ده الإهانة دي حاس بيها كل قائد وكل جندي وشايف الإسرائيليين بيبرطعوا على المعبر قدام ببجاحة نروح لصحيح مصر بتقول الجنود الإسرائيليين ينشرون صور وفيديوهات بالقرب من الحدود المصرية تكشف مخالفة إسرائيلية لمعاهدة السلام مع مصر وجايبة تحت هؤلنا أدي صحيح مصر نشر جرون الإحتلال الإسرائيلي فيديوهات وصور على بعد أمطار من الحدود المصرية بعضا من تلك الصور التقطت في مناطق الشريعة وتظهر الصور خرق جنود الإحتلال الإسرائيلي للملحق الأمني لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ساتة وسبعين وينص الملحق الأمني لمعاهدة السلام بعدد السماح بتواجد دبابات وآليات المقاتلة السقيلة في المنطقة داني التي تضم مشتريت الحدود مع مصر بما في ذلك محور فلادلفيا ومع ذلك تظهر الصور أو تظهر الصور التي نشرها جنود الاحتلال على حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خارقا واضحا لمعاهدة السلام بتواجد الدبابات وآليات مقاتلة تئيلة على بعد أمطار قليلة من الحلود المصرية ده غير أن نكمل بقى ورصدت صحيح مصر حساب جندي في الجيش جيش الاحتلال اسمه دافيد الفاسي ينشر صورا له ولجنود آخرين بأسلحتهم وعتادهم وآلياتهم العسكرية عن الجدار الحدودي مع مصر وفي صور نشرها يوم 15 10 مايو يعني بعد ثلاث يام من السيطرة على معبر رفح تظهر دبابة مركبة ومضرعات نمر القتالية بجوار الحدود المصرية تحديدا على بعد لا يتجاوز 50 متر من السياج الحدودي حساب آخر لجندي اسرائيلي يدعى ينشر صور لقوات الاحتلال على الحدود المصرية من بينها صورة اللي تحت دي نشرها يوم 26 يونيو 24 تظهر قوات من جيش الاحتلال تتقدمهم دبابة مركبة تشق طريقها بجوار الصورة اللي انت شايفه قدامك عند محور فلادلفيا وفي صورة نشرها ضابط بجيش الاحتلال يدعى اساف فريد لقوات اسرائيلية داخل معبر رفح يمكن بوضوح رؤية دبابة مركبة قدام حضرتك اسرائيلية بالمخالفة للمادة التانية من الملحق الأمني في معاهد السلام في أحد المقاطع الفيديو رسل سيئة مصر يظهر جندي اسرائيلي آدم شيرمان يصور نفسه على ظهر آلية عسكرية تتحرك إلى جوار السياج الحدودي مع مصر في منطقة محور فلادلفيا الذي أعلن جيش الاحتلال نهاية مايو 24 السيطرة عليه نشر شيرمان الفيديو 25 يونيو 24 ويظهر سعيدا فيما تمر إلى أجواره ناقلة جنود ثقيلة من نوع نمر والمبنية على هيكل دبابة مركبة وذلك قرب الحدود زي ما أنت شايف كده المصرية بينما يوجه هو سلاحه نحو السياج الحدودي المصري يظهر شيرمان في فيديو آخر نشره على حسابه في فيسبوك وهو يقف على بعد أمطار قليلة من البرج شايف البرج الورده ده برج المرعب المصري من برج المرعب يدبع للجيش المصري على الحدود مع رفح وتعمد الجندي إظهار التواجد الإسرائيلي العسكري والأليات العسكرية بالقرب رؤية المدرعة المقاتلة إيتن كما يمكن ملاحظة أن بإمكان الجنود الموجودين في برج المرعب المصري أن يروا الجند الإسرائيلي والأليات التي تحيد به بالعين المجردة إذ لا يبعد التقاط موقع التقاط الفيديو عن الحدود وبرج المرعبة إلا نحو عشر متر قدام حضرتك كما رصدنا حساب جندي إسرائيلي آخر يدعى تامر بركات نشر يوم 1 يوليو 24 صور عند الحدود مع مصر وفي الصورتين من الصور التي نشرها يظهر العلم المصري وراكه بشكل واضح وراء الجندي وهو يحمل سلاحه حدد صحيح مصر الموقع الذي ظهر في الجندي تامر بالاستعانة بصور الأخمار الإسرائيلي ليتبين أنه من داخل معبر رفح من الجهة الفلسطينية مقابل البوابة المستهى المعبر حيث كان الجندي يبعد عن البوابة 60 متر ومن داخل معبر رفح أيضا نشر الجندي في جيش الاحتلال نيتانيل أفك مقطع فيديو عند بوابة الاستقبال في المعبر وكتب على الفيديو كم قالوا لنا أننا لن نصل لكننا وصلنا رغم كل شيء الفيديو الذي يتفاخر فيه الجندي على الشريط الحدود يومي معبر رفح تظهر في خلفيته آثار الدماء الدمار والتخريب التي طالت المنطقة منذ سيطرت عليها قوات الاحتلال كانت السلطات المصرية قد حذرت مرارا من عملية عسكرية في الشريط الحدود وأصدرت هيئة الاستعلامات في يناير الماضي بيانا حذرت فيه من أي تحرك عسكري في محور فلادلفيا سيمثل تهديدا خطيرا ووجودي على العقاد بين مصر وإسرائيل لكن ده كلام الكذاب دي أرشوان أظنني تقدر دلوقتي تربط ما بين مقتل أو استشهاد الجنود المصريين اللي تم دفنهم في صمت من كم شهر وبين تواجد القوات الإسرائيلية بالشكل ده بالقرب من برج المراقبة وغيره ده غير جنود الاحتلال اللي وغدين معبر رفح ومحور فلادلفيا رايح جاي كأنهم بيتفسحوا في حديقة الأرمان أو جنينة الحيوانات الحقيقة أن الموضوع الموضوع عدى الاستهانة وعدى الإهانة ده أصبح تواطئ زي الرسالة اللي كشفها لإعلام العبري الموجه رسالة اللي كشفها موجهة من مصر لرئيس الموساد الإسرائيلي بيغريهم فيها بعمل اتفاق هدنة مقابل تعهد مصر ببناء جدار تحت الأرض على طول حدودها لمنع تهريب السلاح أهو الخبر قدام حضرتك النشر الأول الرسالة المصرية لرئيس الموساد في محادثات قطر مصر بتقول لإسرائيل إذا وفقت إسرائيل على السفقة فسنعمل مع أمريكا للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض لمنع مرور الأسلحة إلى غزة بالفعل في الأيام الأولى من العام وقف إطلاق النار ده رسالة من المخابرات العسكرية المصرية أو من النظام المصري للرئيس الموساد الإسرائيلي واللي كشفها الإعلام العبري ودي الاستراتيجية اللي مارسها السيسي من أول مجاه غلق الإنفاق وبناء الجدار العازل لو أنتم فكرين وفكرناكم بالجراف ده من تبنى المشاريع الإسرائيلية من تبنى المشاريع الإسرائيل لتصدير أفكار إبادة الإسرائيل في 73 كان فيه ساتر ترابي إسرائيلي على قناة السويس في 2001 شارون يدعو لدولة فلسطينية منزوعة السلاح في 2019 في ساتر ترابي إسرائيلي على أحد غزة في 2009 نتنياهو يدعو لدولة فلسطينية برضو منزوعة السلاح يعني شوف من 2001 إلى 2009 نتنياهو مصر دولة فلسطينية منزوعة السلاح في 2016 إسرائيل تبني جدارا عازلا حدود مع غزة كان قبلها في 2013 السيسي يغرق أنفاق غزة بمياه البحر في 2014 السيسي ينشأ منطقة عازلة على حدود مصر مع غزة نرجع بقى تاني في 73 ساتر ترابي إسرائيلي على قناة السويس في 2019 ساتر ترابي على حدود غزة في 2023 ساتر ترابي للسيسي على حدود غزة في 2001 شارون يدعو لدولة فلسطينية من زود السلاح في 2019 نتانياهو بيدعو لدولة فلسطينية من زود السلاح في 2023 السيسي يدعو لدولة فلسطينية من زود السلاح يعني من شارون لنتانياهو للسيسي نفس الدعوة في 2016 إسرائيل بتبني جدار عازل على حدود غزة في 2020 السيسي يبني جدار عازل على حدود غزة في 2013 السيسي يغرق أنفاق غزة بمياه البحر في 2023 إسرائيل تدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر في 2014 السيسي ينشأ منطقة عازلة على حدود مصر مع غزة في 2023 إسرائيل تدرس إنشاء منطقة عازلة على حدودها مع غزة يعني لا خلي الله يخليك يعني السيسي الحقيقة أولا متسق مع كل الصهينة في إنشاء أو قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ده اللي قاله شارون في 2001 ده اللي قاله نتنياهو في 2009 وده اللي قاله السيسي في 2013 الراجل متسق معهم بنفس الأهداف لكن يظل برضو لنا الريادة للسيسي الريادة السيسي في 2016 إسرائيل تبني جدارا عازلا على حدود غزة السيسي بنى جدار عازل على حدود غزة ما شاء الراجل متسق جدا في 2013 السيسي أغرق أنفاق غزة بين مصر وغزة في 2023 إسرائيل ألدته وعملت غرقت أو بتدرس أغراق أنفاق غزة بمياه البحر الأحمق البحر الأبيض في 2014 السيسي كان سابق ورائد بينشئ منطقة عازلة على حدود مصر مع غزة في 2023 حقيقة إسرائيل عملت أو بتدرس إنشاء منطقة عازلة على حدود غزة يعني الراجل سباق بيهم وكأن النظام المصري أصبح يدين بالولاء وبينافذ خطة الصعينة بالضبط وده رسالة لكل اللي جانت السيسي بيتدفع عن مين ده كأنه السيسي رئيس وزراء إسرائيل الحقيقة دور الجيش في عالي السيسي هو حماية إسرائيل وخنق غزة وده اللي بيحصل دلوقتي وبدأ من زمان من أيام ما قالنا الراجل التخين أحمد وصفي اللي كان بي أفتخر إنه تمر الأنفاق مع غزة وغرقها في الفيديو ده تكلم عن الأنفاق حضرتك قلت لي نسبة كبيرة جدا خلاص تم يعني السيطرة عليها إزاي بتكتشفوا هذي الأنفاق هل في مثلا أعمار سماعية؟ أوه فيه سنسورز محدود علاوة على إن فيه مجسات لنا فيه أجهزة هندسية لنا كل ده بيشوف التفريغات اللي تحت الأرض من خلال عناصر المهندسين يعني ده كان متوصل بنافاق عندهم بسلك نحية التانية في غزة وداية هيألي بقى يعني لما حد من عندهم يجيوا لك إحنا ملناش داعوا في مصر وعمل مصر ومتدخلش في عمل مصر طب انت أرزين تعملوا إيبدا وهو هم نخدنا العبوة فجرناه في نفاق من أنفاقهم يعني أنا مش يعني مش هاسبهم يخدوها تاني سحل باحهم متوصلت متأفل بالقوات البحرية عندي قطع بحرية هناك أنشاط مرور ساحلي وعندي رباد بصعقة بحرية عندي بسم الله ما شاء الله الولاد بتوع الصعقة البحرية دول ألاو عن قوات الجوية على طول مسكين الساحل مع قوات البحرية وحرص الحدود لنقط على الساحل المدرعات المصرية تحركت على الحدود من فترة أرضي على الحدود مع غزة أرضي وأنا حر فيها أبو مسلم الخرصاني هو اللي ماهد لقيام الدولة العباسية لكن أول مجال منصور قتلوا دبحوا الراجل ده دي العقلية العسكرية كان فاهم أنه هو كده بيحارب الفلسطينيين هو الراجل ده كان جاي لخطة محددة هو واللي جابه السيسي لأنه إسرائيل كانت ألقانة من الأنفاق فتدمير الأنفاق كان خطة إسرائيل ولما الرئيس مرسي رحمة الله عليه رفض يغلق الأنفاق مع غزة كان لازم يمشي كان لازم الرئيس محمد مرسي يمشي ويجوا الجاهلة العملاء الخوانة دول يجوا عشان ينفذوا الخطة الإسرائيلية السيسي طلب من الرئيس مرسي مراراً غلق كل الأنفاق مع غزة ولكن الرئيس مرسي رفض إذن المهمة الأساسية لجنرات المجلس العسكري في عهد الرئيس مرسي كانت أمن إسرائيل وغلق أو ردم كل الأنفاق وتدميرها وده اللي رفضوا الرئيس مرسي لكن العملاء الجهلة الخوانة قيارات الجيش اتهموا الرئيس مرسي بإن ده يضر الأمن القومي المصري مش أني السيسي باع تيرانو صنفير ده أمن قومي مش باع راس الحكمة ده أصبحت الأنفاق هي تهديد الأمن القومي لكن إنك تبيع راس الحكمة لا مش أمن قومي ولا حاجة إنك تبيع تيرانو صنفير وتسلمها للسعودية مش أمن قومي ولا حاجة إنك تبيع النيل مش أمن قومي ولا حاجة بس شوات أنفاق 2000-3000 نفاق هي تهديد الأمن القومي دي بيتقول قناة الحرة إن كانت النقطة التالتة في الخلافات ما بين المجلس العسكري والسيسي دلوقتي طب إيه النقطة الرابعة هي نقطة مهمة جدا الخلاف ما بين العرجاني على العرجاني ودوره في سيناء وميليشياته واتحاد القبائل اللي سبب غضب كبير جوه الجيش أنا ما بقولش قناة الحرة هي اللي بتقولي العرجاني واتحاد القبائل ظهور إبراهيم العرجاني على الساحة السياسية وزيادة نفوزه وممحوا صفة رسمية فيما يتعلق بما يحدث في سيناء وغزة ودوروا في عبور الفلسطينيين والأموال التي يتقضاها بالإضافة للملف الأخطر بتكوينه ميليشيات وإنشاء اتحاد القبائل العربية كانت أو كان بمثابة القشة التي قامت زهر الحمار للعلاقة بين قيارات الجيش والسيسي مش انت بقى اللي زعلت مش القبائل العربية اللي زعلت ده قيارات الجيش نفسها لأنه بقى فيه جيش موازي وده احنا اول ناس قلناه هنا وانا قاعد في الحتة دي قلتلكم براهيم العرجاني هو بيمثل الجدع في السودان اللي هو قائد الدعم السريع في السودان حمدتي اول ناس قلناها كان هنا ومن نفس المكان ده طلع ان قنادات الجيش عندها نفس الهاجس انه انت بقى عنده ميليشيات ورجل بيتقادة فلوس طب احنا كجيش بنعمل ايه هنمص قصب هنقزق ازليب وقفين اتفرج على الليلة دي ده يمكن اللي يفسر ليه اتجمد مؤقتا اتحاد القبائل العربية قبل التغييرات العسكرية الأخيرة مونت كارلو قالت اهو مصر تسريبات عن تجميد مؤقت لاتحاد القبائل الاتحاد العرجاني بعد ان اثار غضب الكثيرين لا هو ما اثارش غضب الكثيرين ولا حاجة وهو السيسي ما بيعملش على الغضب بص فيه وحد اسمه اوليفر كرومل احفظ الاسم ده كويس اوي الراجل ده عمل انقلاب على بريطانيا ده قديم اوي يعني سنة 1600 حاجة وستين الراجل ده طير العرش البريطاني وخلى بريطانيا جمهورية لأول واخر مرة في تاريخ بريطانيا اوليفر كرومل ده عنده كلمة بتقول ايه بتقول هو بيقول ايه المشكلة لما تسعى من اصل عشرة بيكرهوني ايه المشكلة ان تسعى اشخاص من ضمن عشر اشخاص بيكرهوني ومش عايزيني طالما العاشر مع سلاح ديكتاتورية في اعظم صورة ما تضرر ان يكرهني تسعة اشخاص من عشرة طالما العاشر يملك سلاح خلصت السيسي مش شايفكو اصلا المشكلة ان العاشر اللي يملك سلاح هو اللي متدايق الجيش متدايق من تمدد العرجاني وفي نفس الوقت ممكن يفسر عورة العرجاني لدور اكبر بعد التغييرات العسكرية زي تعيين موظف عنده وزير في الحكومة او انه يتمدد دوره من سينة نقار الديون ودي ليبيا العرجاني وكامل محاور اساسية بخطة بيع الاصول وسداد الديون في مصر في خطوة تثير جدلا واسعا تم تعيين المعندس محمد ابراهيم الشيمي وزيرا لقطاع الاعمال بينما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لاحدى شركات مجموعة رجال الاعمال السناوي ابراهيم العرجاني العرجاني بيتمدد بعد التغييرات العسكرية ادي خبره العرجاني يتمدد الاف من سيناء الى ليبيا والبعض يسأل من هو ده ده كان السبب الرابع لخلاف ما بين المجلس العسكري والسيسي اللي هو تمدد العرجاني وبصراحة قيالات الجيش عندها حق لأن انت جاي تلعب في ملعبنا انت على رأيي الاستاذ مونير مراد جاي تبيئة الميا في حارة السقعين دي لعبتنا الارض دي لعبتنا من ايام محمد علي والكولونيل سيف ما كونوا الجيش المصري جاي تلعب وتعمل ميليشيا نروح للسبب الخامس السبب الخامس من اسباب الخلاف ما بين الجعر وبين المجلس العسكري هو اللي رصدوا التقرير بتاع قناة الحرة عن دور العرجاني المباشر وعلاقته بمحمود السيسي وعباس كامل اللي ضيعوا دور مش الجيش بقى دور المخابرات خاصة في ملفات الامن القومي زي سد النهضة والسودان ادي الحرة بتقول السودان وسد النهضة ومحمود السيسي غضب المؤسسة العسكرية من تحجيم دور المخابرات العامة تحت اشراف محمود السيسي اهمال المخابرات للملف الاكتر على الامن القومي المصري هو سد النهضة اقصاء القيادات والكفاءات الاكتر خبرة من جهاز المخابرات بالاضافة للفشل في ادارة ملفات او ملف الحرب في السودان والتخبط بين استقبال الالاف منهم ثم محاولات ترحيلهم قصرا وهما يهدد الامن القومي على حدود مصر الجنوبية يعني وده احنا كنا للامانة اول ناس قلناه قلناه هو المخابرات سيبة الملفات المهمة وجاية تجري وراءنا وتكلم دول عشان مدقين منا طب يا عم احنا خنافة الاخر اخرها ستوديو انت سايب ملف سد النهضة والعلاقات مع السودان وتفتح الباب للسودانيين وفجأة عايز ترحلهم وتفتح الباب للسوريين وفجأة عايز ترحلهم وسايب الملف الاخبر ده وجاي وراء احنا على قناة عشان تقفلها وعشان تلاحقنا ايه التفاهة دي احنا كنا اول ناس اتكلمنا على الفشل المخابراتي اللي بيثبتوا الواقع كل يوم زي الحكم النهائي على السناتور الامريكي في فضيحة الرشوة الزهبية زي كده مترجم اهو انتهاء قضية الرجل السناتور بوب اللي اخذ رشوة قال المدعي العام الامريكي ان السناتور الديموقراطي بوب قبل بشكل فاسد رشاوة نقدية وسبائج زهبية وسيارة ميرسيليز بنز للعمل كعميل اجنبي لمصر مع انتهاء المحاكمة التي استمرت شهرين ده فيه بوست بقى تعليق من احد النشطين قالك ايه اسمه البوست ده قالك سفير الامارات في امريكا بيدفع رشاوة عامل علاقات للضغط على الساسة هناك من سنين طويلة وتقريبا في امريكا لنفس السبب والاحداث تأثير لصالحها ومؤسسات كبيرة سواء امريكية او اجنبية او جماعات تأثير بيعملوا نفس الكلام واباك بقى مشهور عنها انها شارية الكونجرس من بابه والرئيس الامريكي وخصمه الخسران ومع ذلك مفيش ولا قضية تجسس وحدة عملت لحد من الدول دي لا للامارات ولا لإسرائيل ولا لأي دولة بتدفع خالص لأنهم كلهم بيعملوها بزكاء وبشكل يمكن تبريره قانونا ولو كان معروف انها رشاوة العسكر بتوعنا لما يعملوها يتقبض على السنة ويتعمل له قضية تجسس وتزبت عليه ويعترف نتيجة الجلاخة ما هو مش معقول سليمان الحكيم يعمل حاجة زي بقى البشر على سيدنا سليمان يعني لا أنا هزيدك من الشعر بيت عندنا جاسوس اكتشفوه في ألمانيا في مكتب ميركل الجاسوس بتاعنا ده كان شغال حساب المخابرات المصرية وتقافش مش دي المشكلة عشان بس اللي جانت تطع تقولك المخابرات المصرية الصقور وصلت إلى مكتب ميركل لا دا المشكلة بقى هو كان بيتجسس في مكتب ميركل على ايه طلعه أنه كان بيتجسس على المصرين اللي هناك عايز يعرف مين بيتصل بميركل مين على تواصل مع الحكومة الألمانية بس شفت خيبة أكتر من كده يعني نرشي عضو كونجرس ساناتور أمريكي بعربية مرسيدس وسبايج دهب وفلوس عشان كلام فارغ ويتقفش جاسوس تاني لنا مصري في مكتب ميركل بيتجسس على المصرين في ألمانيا عايز الخبر أفكرك إن كنت ناسي أفكرك ألمانيا تصدر حكما بالسجن 21 شهر على جاسوس مصري كان يعمل في مكتب ميركل وطلعه بقى قال لك أيوة اخترقنا مكتب ميركل أنانت محكمة في برلين المواطن المصري الألماني الذي عرف باسمه أمين كاف وحكمت عليه بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر معه في التنفيذ وصرحت متحدثها باسم المحكمة لوكالة فرانس بريس أن المتهم أقر بما نسب إليه المتهم طلع أنه شغال موظف في قسم الزيارات التابع للمركز الاتحادي الألماني للصحافة ومن المسؤوليات التي طلع بها الأحطات الأحطات الإعلامية المتعلقة بأنشطة المساشرة وأنشطة المصري هناك راهي كيفية تعاطي وسائل الإعلام السياسات الداخلية والدولية المتعلقة بمصر وبيعي مصر وهو كان يبلغ يبلغ عناصر استخبارات المصري بالأحداث اليومية في ألمانيا على جرار عملية الدعم التي استهدفت 2018 مسجد كان إمامه على صلة بمصر شفت الخبة جهاز المخابرات المصري العظيم تدنى إلى هذه الدرجة إلى هذه الإخفاقات الإخفاقات للجهاز خلال فترة التولي عباس كامل عملنا هلكوا كده عشان بس إيه مصر يجب على السلطة توضع حد لحملة الاعتقالات بص بقى الإخفاقات القبض على ست مصريين بينهم اتنين من مضباط المخابرات المصرية في وقاعة طائرة الزهف في زنبيا أهلا عباس بيه النظام المصري منح رجل الأعمال واقل حنة حق احتكار تصدير اللحوم الحلال من أمريكا المصدر نيويورك تايمز زوك رئيس معباس كامل ضمن لائحة الاتهام في قدرة السنة الأمريكي عشان اللحوم الحلال تخيل المصدر مكتب المدعي العام الأمريكي المخابرات المصرية تحذر إسرائيل من هجوم محتمل قبل عملية طفان الأقصى المصدر وكالة حماس رفر الطلب من المخابرات المصرية بإبعاد قطر عن صفق التبادل الأسرة مع إسرائيل المصدر صحيفة والستريت المخابرات تنصب العرجان رئيس الاتحاد القبال قبل أن يتم تجميد الكيان لاحقا المصدر العربي جديد المخابرات تتلعب بنصوص وقف إطلاق النار وتثير غضب الوسطاء المصدر سي أن أن تنصيق عباس كامل مع الإسرائيليين قبل عملية رفح المصدر ها آرتس الإسرائيلية وزميل ينسوا يضيفوا أفش الجسوس المصري الألماني في مكتب أنجلا ميركل اللي كان بيجسع البعثات المصرية دي إنجازات عباس كامل في جهاز المخابرات